النهاردة هتبدأ أول مناسك الحج الفريضة اللي بتهفو إليها قلوب كل المسلمين في كل بقاع الأرض النهاردة إن شاء الله يوم كله خير وفضل وبركة يوم التروية يوم الثامن من ذي الحج هينطلق الحجاج إلى ميناء ضيوف الرحمن بعد الضحى وحيفضلوا في ميناء في مشعر ميناء طوال اليوم هيصلوا فيها إن شاء الله خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشة والفجر ده حيكون فجر التاسع من ذي الحج يوم الحج الأعظم أو بيقولوا كده الركن الأعظم وهو يوم عرفة حيبات الحجاج في ميناء وفقا للسنة المطهرة وبعد صلوات الفجر إن شاء الله يبدأوا في الانتقال إلى صعيد عرفات كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب كده كل مشتاء يكتبلوا الزيارة عن قريب الله أمين كل سنة وانت طيب مرة تانية يا محمد وزي ما انت كنت بتقول النهاردة يوم التروية في خانيا نتكلم مع حضراتكم عن أصل التسمية دي أصل التسمية دي جاية من أنه الحجاج قديما كانوا يرتوون بالماء في ميناء قبل الانتقال إلى الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة وطبعا في اليوم ده في أدعية كتير جدا مستحبة منها اللهم اغسل عني خطيائي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أمين يعني ربنا يرحمنا جميعا ويعفو عنا جميعا ويغفر عنا ما تقدم وما تأخر من زنوبنا ويتقبل مننا كمان سيابنا وصلواتنا يا محمد يا رب اللهم أمين يعني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان دايما في هذا اليوم بيكثر من الذكر والتسبيح والذكر اللي دايما كان يتردد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكبرات العيد والصورة الجميلة البيضاء زي ما بيقولوا كده اللي احنا بنشوفها عبر الشاشات هي صورة الأنقى والأجمل والأسمى دايما يوم عرفة يوم عظيم من أفضل أيام الله تعالى على الأرض يا رب يكتب لنا الصيام على خير في هذا اليوم بكرا إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين احنا في أيام كلها فضل وبركة وذكر وتسبيح وابتهال للمولى عز وجل ندعو الله أنه يجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وأن يخفر لنا جميعا ولجميع المسلمين اللهم أمين طبعا يا محمد ربنا إن شاء الله يجعل أيامنا كلها باركة وخير وسلام وأمن ويتقبل يا رب من كل الحجاج حجهم وطاعتهم ويتقبل منا جميعا صالح الأعمال وإن شاء الله يعني يا محمد نبارك لك السارة جاية عن حج ربنا نبارك لك إن شاء الله ربنا نقوله لنا يعني يا رب جميعا اللهم أمين بتصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر